أهلا بكم مشاهدين مجددا ننتقل إلى مقال آخر من مقالة الرأي وبعيدا عن الشأن السوداني كتب مارتين ساندبور مقال الرأي في صحيفة الفينانشال تايمز بعنوان يجب أن تكون أوروبا أكثر وضوحا عندما يتعلق الأمر بالصين يقول الكاتب أن التدفق المستمر للزعماء الأوروبيين الذين يزورون بيكين مؤخرا محفوف بالمخاطر ويضيف أنه من الواضح بما فيه الكفاية أين تكمن مصالح الصين فسياسيا تريد تقسيم الغرب الذي أصبح متقاربا بعد هجوم بوتين على أوكرانيا ومن الناحية الاقتصادية تريد منع أي تحركات من الاتحاد الأوروبي لتقييد وصولها إلى الأسواق وإجمالا تريد زيادة اعتماد أوروبا الاقتصادي على الصين من المنطقي بحسب رأي الكاتب أن تغذي بيكين رغبة الأوروبيين في الاستقلال عن واشنطن كما يرى كاتب المقال أنه من الصعب تحديد أهداف أوروبا ويقول أن الأوروبيين يريدون بالطبع من شجيبينغ رئيس الصين إقناع بوتين بالتراجع عن هوسه بمحوي أوكرانيا عن الخريطة لكن هذا مجرد أمل وليس هدفا سياسيا ويشير الكاتب إلى أن خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلين قبل رحلتها كان خطوة في الاتجاه الصحيح إذ حفظت على ما يعتبره الاتحاد الأوروبي بأن الصين هي في آن واحد خصم منهجي ومنافس اقتصادي وشريك استراتيجي وعلى الجهة الأخرى في الولايات المتحدة ألقت وزيرة الخزانة جونيت يلين خطابا يؤيد بشكل كبير التحالف بين واشنطن وبروكسل كما استخدمت أيضا تلاثية بروكسل عن الخصم والمنافس والشريك ويشير الخطابان معا إلى جهد مرحب به في نهج مشترك عبر الأطلسي غير أن الكاتب يقول إن المشكلة تكمن في أنه على عكس الولايات المتحدة هناك الكثير من الدلائل على أن أوروبا غير مستعدة لتكييف طموحاتها الاقتصادية مع طبيعة التهديدات النظامية لبيكين ويختتم الكاتب مقاله بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إمانوال مكرون حول عدم كون أوروبا تابعة للولايات المتحدة هي إحدى هذه العلامات وإن رسم مصار مستقل هو أمر جيد لكن التصرف بشكل مختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية لمجرد المخالفة يعتبر في نظرها مجرد تناقض فقط مشاهدين كان هذا مقال الرائي لنهار اليوم اخترنا لكم مقالين للرائي الأول من صحيفة الشرق الأوسط لكاتبه وهو رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل والثاني من صحيفة الفينوشانل تايمز واختار لعنوان هذا المقال مارتين ساندبور اختار عنوان أن تكون أوروبا أكثر وضوحا عندما يتعلق الأمر بالصين ختام هذه الجولة في الصحافة في أمان الله